السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع في محاضرات مادة السيجنال وانظمة التحكم آخر شيء وقفنا عند محاضرة الفاترة لسكشن 7.3 فريد ترانسفون بروبرتيز خلصنا كل البرابرتيز وظلت لنا واحد آخر شيء شيء اسمه البرابرتيز والبرابرتيز هذه مهمة كثير من البرابرتيز ومهمة كثير في مادة الاتصالات نحن هنا طبعاً فريد ترانسفون بتبعتها X of Omega والM of T اللي هي الفريد ترانسفون بتبعتها M of Omega منيجو هنا بحكينا هدان X of T ملتوبلاي باي M of T هاي ضرب يعني منيجو نضرب 2 سيجنال X of T مضروها في M of T إيش الفريد ترانسفون مواحد على 2 باي X of Omega Convolution M of Omega يعني هاي عكس اللي هي تعتليد Convolution نقول نحن ضرب في Time Domain Convolution بعطينا ضرب في Frequency Domain ضرب في Time Domain بعطينا Convolution في Frequency Domain X of T إيش الفريد تعتليد مواحد على 1 باي X of Omega X of Omega ومواحد على Unifolution ذات مواحد على Sygner وi تعتليد من المجرد من المجرد عن مجرد نحن ضرب 1 على 2 باي X of Omega M of Omega هاي اللي هي الموضيليشن بنجي للسكشن اللي بعد اللي هو سكشن 7.7 بحكي Application of the Fourier Transform بناخد Application إيش أهمية الفريد ترانسفور فريد ترانسفور are tools that find extensive application in communication system, signal processing, control systems and many other varieties of engineering areas such as يعني إحنا بقولنا الفريد ترانسفور أداة مهمة في الهندسة تعطينا application كتير extensive application في الاتصالات وفي الإشارات تعديل الإشارات وفي الأنظمة التحكم وأنواع كتير من الهندسة بعطينا الـ Areas such as مش هناخد بعض الـ Application هناخدوا عنا في Circuit Analysis يمكن في الدوائر يحل الدوائر الكهربائية اللي أخذناها في شابتر واحد باستخدام اللي هي الفريد ترانسفور فيه إيش اسمه Amplitude Modellations قلنا قبل شوية حكينا عنها الـ Modellations هناخد شهاد اسمها Amplitude Modellations نحن نشرحها وفيه Sampling Theorem حكينا عنها زمان أول ما في شابتر واحد قلنا إيش السامبل ونشرحها بعدين حنشوف كيف تتعامل معها باستخدام اللي هو الفريد ترانسفور فيه Frequency Multiplexing وفيه طبعا Areas كتير للـ Application نحن ناخد شارات بسيطة Application عن الفريد ترانسفور دائرة موجودة دائرة موجودة دائرة بسيطة جدا اللي هي R L ريزيستر وعند اندكتر من شابتر واحد هات لو نجيب إحنا الإكواجين تبعتنا Describe System مثلا هاي عندنا الـ Input V of T والOutput ما أعطينا V of T وما أعطينا R وما أعطينا التيار في الدوار كيف كنا نحل في الدوار الـ 1 كنا نجيب KvL كيف تعطينا V of T زاد 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 V of T plus L DI DT زاد V of T زاد V of T زاد ثم نرى إيش داعنا في التقامل ونقوم بتحلها هنا لا بدنا نقوم بتحلها في Time Domain لنقوم بإستخدام Frequency Domain ما نقوم بتحديد؟ نحول دائرة كلها إلى Frequency Domain ثم نقوم بإستخدام V في وميجا الريزيسطر في Frequency Domain نفسها الر سيكون R الاندكتور ستكون جي اوميغا او ال هذا اللي هي بالفريكنز دومان إذا نجيه الدائرة موجودة عندنا هون هاية الدائرة هاية الدائرة عنا فريكنز دومان ور بتضلع نفس الشيء والاندكتور ستكون جي اوميغا او ال هيا جي اوميغا او ال و L لدينا اديش بواحد يعني بصير G في وميغا و IFT اجد تساوي I في وميغا أعطوه دائماً الفولتج سور الفولتج من V في تيرة V في وميغا والتيار من I في تيرة I في وميغا والريزيسترز R والإندكتر G أميغا L ولو كان عندنا كاباستر واحد على G أميغا C لو عندنا فيه كاباستر هون ايش بنحط واحد على G أميغا C بنحول الدائرة من الTIME DOMAIN للFrequency DOMAIN بنشتغل فيها عادي يعني حدنا V في وميغا هيا هاي V في تيرة V في وميغا ممكن نقلل على الTIبل تحت Free Transform أو هاي سهل هي إجد تساوي عشرة على واحد بلس J في وميغا وجبناها هاي أخذ نحن لو دنا نجيب الفريقومنزومين تبعتها لديفرنشن تبعنا اللي هو منس الفينيتي انفينيتي هادي E منس T في إيش في E منس J وميغا T و هتصير بنشير U في تيرة هي تصير بنزيرو لأنفينيتي بنعوض عنها و بنجيب هتطلع عنها هي عشرة على واحد بلس J في وميغا والI في وميغا إيش جتساوي قانون أومز أومز لا إيش بيحكي لنا أومز لا أومز لا بيحكي لنا اللي هي الI طيب نجيب I في وميغا إيش جتساوي V على Z الV في وميغا على Z والZ الإمبيدنس اللي هي R بلس J أوميغا L هاي 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 Z equal R اللي هي اثنين plus J في وميغا الL اللي عوضنا بواحد عوضنا بواحد هذي الإمبيدنس كذلك عادي بنعوض مباشر عندنا V في وميغا هاي هاي ها وعندنا الزد هاي 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 إيش جتساوي V في وميغا على الزد اللي هي عشرة على واحد بلس J في وميغا مضروبه في اثنين بلس J وفي وميغا عادي نحن نجيب احنا بدنا نجيب الأنفرس تعالفري ترانسفورم عشان بدنا نجيب المطلوب I of T هاي موجود عنا خلقنا أيفميغا بدنا نحاول مرفيكم الدومين للتايم دومين طبعا بالحلب ما عفش أخذتون تلبرشن فراكشن في في الهبلاس ترانسفورم ناس فكرت الالهبلاس ترانسفورم الانفرس تعالفري له أشب نساوي هون هاي ينتصي لعننا كي وان على 2 بلس جيف أميجا بلس كي 2 على 1 بلس جيف أميجا ونجيب قيمة كي 1 وقيمة كي 2 تطلع قيمة كي 1 هي منس 10 والكي 2 هي بتسوي 10 لو بدنا نجيب كي 1 كي 1 بلسوي عشان نجيب قيمة كي 1 كي 1 equal i مضروبة في 2 بلس جيف أميجا ونعود عن جيف أميجا بقديش equal minus 2 ونعود عنها بتطلع عنها منس 10 كي تو ساوي لدينا كي تو واحد بلاس جيف اوميجا مضروبه في آيف اوميجا وجيف اوميجا تساوي منس واحد. تطلع عندنا الكي تو عشرة نعود عنهم هذا من التابل في ال ترانسفورم لدينا نحن تساوي منس عشرة في اي مانس اثنين تي بلاس عشرة في اي مانس تي يوف تي هذا الفاليو تبعه الاي تي شايفين كيف بسيطة هنا في الـ Free Transform لو بدنا نحلها بالـ Time Domain بدنا نحلها الـ Differenti Equation هي الـ First Order باستخدام الـ Classical Method اللي أخدناها في الـ Differenti Equations طبعاً هاي زي ما حشي فيه هاي بسيطة هي الـ First Order لو كان الـ Second Order لدينا بالـ Time Domain هتكون أصعب وأصعب بس بالـ Frequency Domain سهلة وبسيطة جداً دائماً نأخذ الدائرة موجودة عندنا من الـ Time Domain نحولها الـ Frequency Domain ونشغل عليها بالطريقة الموجودة عندنا هم وانا طلعنا اللي هو التيار الموجودة عندنا الكارن تبع الدائرة هاي طبعاً هانا عندنا هاي Expected زي ما حشي فيه إيش عندنا الـ Input الـ Input لم يساوي بساوي زيرو صح؟ إذن الـ Output برضو لم يساوي زيرو لانا بعد فترة من الزمن الـ Input سيخلص وإذن الـ Output سيخلص عشرة تبع الدائرة تبع الدائرة تبع الدائرة تبع الدائرة ونفس الشيء هنا ليس لدينا الـ Input نحن في الـ A وفي ايش اسمه F-M الـ F-M الـ Am Am Ampitude ما يعني المدلات يعني تعديل أو تحسين بنعدل أو بنحسن هذه في الـ Ampitude في التاني هي الـ F-M بنعدل في الـ Frequency يعني هذه فريقونسي واحدة بتضلها نفسها في الامبليتيود مادلاشا بس التعديل او التحسين ان هي بايش في الامبليتيود اذا منيجي احنا هون حنشوف كيف تشتغل هاد الام the goal of all communication system is to convey information from one point to another اذا الهدف من الاتصالات اذا بدنا نحمل او نبعث معلومات من نقطة لنقطة تانية المعلومات كانت اللي هي في معلمات مثلا زي في الحالة الراديو محطات الراديو او في التلفزيون او في النت او التلفونات يعني من نقطة لنقطة في عنا معلومة بدنا نبعثها من نقطة لنقطة هاده هي الهدف من الاتصالات communication system prior to sending يعني قابل من نبعث المعلومة هاي through the transmission channel طبعا transmission channel يمكن تكون ويرد او ممكن ويرلس يمكن تكون هذه transmission channel عن طريق كوابل او من تكون ويرلس ازاي في النت في بعض النت بتكون ويرد ازاي في شهر التلفونات موجودة عنا اللي هي تلفون ونبعث عنه طريق النت او احنا الويرلس اللي هي باستخدام اللي هو الميكروويف والساتيلايت موجود عنا هاي اذا اللي عنا هون prior to sending the information through the transmission channel the signal is converted to a useful form through what is known modulation اذا قبل من نبعث السيجنل احنا بنعمل لها modulation بعد من نبعث السيجنل ليش بنعمل modulation هاي ها reason for employing this type of conversion طب ليش why do we need to do modulation اول شي هاي ها عنا ثلاث اسباب خلينا نعمل modulation اول سبب to transmit information efficiently اذا عشان احنا نبعث المعلومات بطريقة صحيحة efficiently بنخسرش اشي to overcome hardware limitation عندنا احنا في بعض السيجنل بتكون اللي هي صعب لبعثها المسافات بعيدة ف that's why بنحولها الى modulation عشان نقدر نتحكم فيه ونقدر نبعثها لمسافات بعيدة هاي to overcome hardware limitation الhardware الموجودة عندنا بتقدرش لو كان السيجنل زي ما نشوف قبل كمان شوية سيجنل بطريقة معين بتقدرش تبعثها فبنعملها اللي هي modulation عشان نقدر الاجهزة الموجودة تقدر تبعث اللي هي السيجنل هاي to overcome hardware limitation عشان نتعدى الاجهزة الموجودة عندنا الحدود تبعتها limitation to reduce noise and interference عشان لو في عندنا نحنا نوز موجودة وتأثرت على السيجنل والانترفيرنس الموديلاشن هاي بعدلها وبحسنها وبقدرش تدخل فيها النيوز والانترفيرنس وبقدرش يأثر فيها that's why we do the whole modelations essence في عند multiplication done at the output and is called demodulation والضرب عند output بنسميه demodulation إذا الموديلاشن يضرب two signals عند input demodulation ضرب two signals عند output modulation demodulation ونحن نجد نجد من نجد الموديلاشن AM FM radio محطات الموجودة لدينا في الراديو في FM ومعظمنا لما يسمع الراديو يسمع الFM AM هاي قليلا يسمحها بس لدينا شي اسمه AM ومعظمنا AM ومعظمنا AM راديو محطات الراديو تبع الAM carrier frequency or in the frequency range 535 535 حديث هي 1,000 600 5 كيلو هيرتز إذاً عند نحن المحطات الراديو بتشتغل من 535 لحديث 1605 كيلو هيرتز هاي بتكون الرينج تبعات محطات الAM كلها carrier frequency of 540 to 1,600 هاي 540 تقريبا لحديث 1600 are assigned at 10 كيلو هيرتز يعني كل 10 كيلو هيرتز بدون نحط محطة راديو يعني كل 10 كيلو هيرتز بدون نحط محطة راديو الFM راديو اللي البان تبعتها is from 88 to 108 to ميجا هيرتز أنا كانت عندنا كيلو هيرتز أنا لا ميجا هيرتز من 38 لحديث 108 ميجا هيرتز اللي هي كل محطات الFM الموجودة بتكون بين الرينج هذا 88 و 180 محطات الراديو الموجودة بتلاقي 88.1 أو 88.9 أو 104 محطات في 99 محطة 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 107 محطة 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 200 كيلو هيرتز يعني كل 200 كيلو هيرتز نحط محطة راديو يعني هنا 1 ميجا كيف يكون 1 ميجا 5 صح 200 كيلو لدينا في كل ميجا نضع 5 محطات وكيف يكون 20 يعني 20 موجود 20 صح من 188 20 20 ميجا وكل ميجا 25 200 يعني هنا نضع 100 محطة في الراديو إذاً عندنا Frequency 200 كيلو هيرتز يبل Separation starting at نبدأ طبعاً محطة الأولين 88.1 ميجا هيرتز for a maximum of 100 station يعني maximum نبدأ نحط 100 محطة هنا This FM Station have 75 كيلو هيرتز maximum deviation from the center frequency which leaves 25 كيلو هيرتز upper and lower guard to minimize interaction with the adjacent frequency band إذاً انتفقنا عنها هنا منقدر نضع ميت محطة radio طبعاً بعطينا الصورة طبعاً هنا في المادة التتصالات تخذوها بصورة أوضح بسيطة هنا AM radio AM radio محطات من 540 إلى 1600 من 540 إلى 1600 كيلو هيرتز for 106 bands 106 محطة 10 كيلو هيرتز من 10 كيلو هيرتز من 106 AM هذا short wave radio محطات القصيرة في الراديو الموجات القصيرة الموجات القصيرة تبعها وهذا تبع التلفزيون Very High Frequency TV تجي تشانل من 2-6 من محطة 2 إلى محطة 6 وهذا الأزرق هو FM Frequency زي ما حكينا FM من 88 88 108 تبدأ من المحطة الأولين من 88.1 لحديث 108.1 يعني كل محطة موجودة لعنا المحطات الراديو بتاخد لها range معين من الأزرق لتعرفة الراديو ونحرك لتعرفة محطة لو تريد محطة 107 ونضع 107 ونضع 102 ونضع 602 ونضع النابل إذا 200 كيلو هيرتز بالمحطة لكل محطة 200 كيلو هيرتز من 88 إلى 100 يعني وطاقة ميجا هيرتزand توجد 100 محطة وطاقة تلفزيون من المحطة 7 إلى 13 وطاقة المايكرويو المايكرويو موجودة غير الجوالات على الساتلات هذه تقريباً الفكرة بسيطة تبيقها the am and the frequency يعني هذا السيجنال العقل الرأسية موجود لو بدون بعد السيجنال العقل الرأسي هذا وضعيفه ومقدرش تبعث لها ومن ضيهمه فشي بنعملها ؟ بنعدلها وبنحملها على النوذة سيتمها وميوسة المنكسة هذا ومحبت الامبليوتود ما بنعدل المنكسة هي المنكسة المنكسة الأمبليوتود المنكسة نفسه لكن ما نعدل؟ نعدل بالFrequency هنا الFrequency اختلفت هنا الFrequency اكبر هنا الFrequency كلها نفسها لكن ما يختلف؟ AM هذا الفرق بين Amplitude Modellation و FM وهي Amplitude Modellation و Frequency Modellation هذه تقريباً الفكرة موجودة هذه هي ال Ascending محاطة الراديو واحد يتحدث الراديو نعمل الام الام هذه هي الاشارة موجودة عندنا الحكي وعندنا هنا سيقنل اعمل لها لو بعثناها لحالة سيقنل لا تتوصل لمسابة بعيدة حملناها على سيقنل صارت عملنا الام بعدين نبعثها عن طريق الـ Microwave بعثنا السيقنل هذا الـ Sending كل هذا الارسال الاستقبال عندنا في الراديو سيستقبل السيقنل من المحطة هذه سيقنل لها ونسمع الكلام نفسه الكلام اللي بيحكيه الموذية البرنامج او اي شيء موجود هنا سيقنل 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 عند الراديو محطة الارسال سيقنل في الراديو تبعنا الاستقبال سيقنل 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 الـ Frequency Domain سيقنل سيقنل فت 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 ف ف ف ف س ف ف ف نقنل س عم به � X يمكنك إيقافات ما يجب لك سنعطيل X X X X T X X X X X X X X حيث عدنا وعطينا XFT وعطينا وهذه هذه هي Carrier Signal لأنه نحمل السيجنال على السيجنال الموجود حسين ما رأيتنا XFT بعدها سيجنال سينيساويدر هذا السيجنال فنحمل السيجنال على هذا ما تريد على هذا؟ XFT أوميقه صيف تي لقد ضربنا XFT في السيجنال الموجودة إذا نفعل أن نشغل فيه في الترانسفورم السيجنال الموجود نجيب فريد ترانسفورم تبعت السيكنال هاي ونرسمها إذا نبدأ عندنا XFT أنا بدأ نحط Time Domain بدأ نحط هون Frequence Domain عندنا XFT ايش كانت عندنا؟ Rectangular Bolt Rectangular Bolt فريد ترانسفورم تبعتها ايش؟ زي ما حكينا اللي هو Sync او رحنا على فريد ترانسفورم تابل وشفنا XFT فريد ترانسفورم تبعتها هاي اللي هو السينك إذا عندنا هاي Time Domain هادي Frequence Domain السيكنال هاي نفسها بس هاي Time Domain وهي Frequence Domain نكمل عندنا هاي في Time Domain ضرب في Frequence Domain هاي تصبح Convolution فهذه الموضلات لما اخذناها هاي عندنا XFT وعندنا هاي اللي هي السيكنال إيش هاي هاي كوسائل Omega CFT هاي عندنا Omega C اللي هي عشرة Omega C معطينا اياها هاي هاي اللي هي عشرة هاي Omega C هتكون عشرة إذا هاي هاي اللي هي Cosine Omega CFT هايها Cosine Omega CFT Time Domain درب درب ضرب وحين الوحنا على الـ الـ تابل تاعته Free Transform هتكونن هي دلتا Omega minus Omega N هاي ههه هاي هتكونن هي الفريكوميس في الوقت الموقع الذي در بطارナصات الاقوار في الوقت المقب parchment لما لدلب ونعرض ايضا للنسبة لدلب الآن ماذا الآن الآن يقول ويندو سوف ندخل الهواء والشمس من نقطة هذه وعندما تكون لدينا حيطة مندخلها هذه نفس الشيء السيجنال موجودة من منس 2 إلى 2 ستدخلها من منس 2 إلى 2 ستدخل وبعد ذلك سوف تذهب ناشى إياها هيا شايفين السيجنال هذا بالتائم دومين بالفريقمس دومين سوف يصبح لدينا ملتوبليكيشن هايا سوري كونفولوشن كونفولوشن السيجنال هاي كونفولف مع هاي سوف تعطينا السيجنال هاي كونفول الفولوشن أحمل يجب أن نرسل الهواء كذلك الهواء والendas بهذه الآ 딱 هذه الآ deix سوف ندخل الهواء ندخل الهواء وخلو علينا لو دعنا علينا مالذي كلنا مسواحا بالتقاد цел بس ف eh هذه السيجنال وبعضنا عليناaly ل 모델 إذاً the output of the multiplier is ما لدينا الـ output؟ نرى بالرسم y of t equal x of t cosine 10t نعني نرجعنا هنا هذا الـ output شايفينه هي x of t cosine 10t هذا الـ output تبعنا بالtime domain وهذا الـ output بالfrequency domain لدينا إذاً x of t cosine 10t نحول هذا الـ frequency domain 1 على 2π x of omega هي convolve هذا الـ cosine بالtime domain بالـ frequency domain لدينا إحنا هنا π delta omega minus omega not plus delta omega plus omega not والـ omega not عندنا قديش؟ ما أعطينا إياها عشرة إذاً y of omega تساوي نص لأن الـ π هاي هتصير نص one half x of omega هاي مجرد أنها فش في delta omega minus 10 plus delta omega plus 10 وإحنا لما قلنا الـ signal converge مع اللي هي الـ impulse هتعطينا الـ signal لنفسها يعني هاي هتعطينا الـ signal لنفسها وهي signal لنفسها بس shifted by minus 10 وهنا shifted by plus 10 إذن إذن the above process of shifting the spectrum of the signal by omega not equal 10 لنهو given معطيها هادي omega not 10 is necessary because low frequency information signals cannot be propagated easily by radio waves لأنه short wave نوجينا نحن هادي اللي هي low frequency هاي بنسميها low frequency low frequency عنا low pass filter زي ما قلنا نحن low frequency هاي صعب نبعدها فنحول نحن الـ signal تختلف عن low frequency عشان نقدر نرسلها هنا نحن هنا ها the above process of shifting the spectrum of the signal by omega not equal 10 is necessary because low frequency information signals cannot be propagated easily by radio waves إذن عندنا هذه هي X of t وهذه الموديلشن هي كوسائن 10 تيش تعطينا Y of t حولنا وميغا هنا هنستقبل Y of t لانو هنبعدها هنستقبل Y of t ماذا هنعمل لها ستصبح Z of t نعمل فلتر هنأتي X of t زي ما حكينا هون الـ input ها يكون X of t وال output X of t نفسه لانيش عنا هنا الصوت اللي بنبعده في الراديو البرنامج لازم نسمعه نحن نحن وصلنا لحديث هاي هاي بس شايفينها بس هنو عنا بالfrequency domain هاي بالtime domain نكمل هاي عندنا هاي X of t cosine 10t موجود عنا أو Y of omega اللي هي بالشكل هذا دي مجرد 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 اللي هي بجرد مجرد 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 بحديث مجرد 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 ومعها بس فلتر. والفلتر له بس فلتر. ناو، نقوم بتقريباً على تقنيق للمدلاتي. هنأخذ تقنيق أكثر من تقنيق للمدلاتي. هنأخذ نوعية واحدة. المدلاتي ام. سيجنال نون اس كوهيران ديمدلاتي. إيش الكوهيران ديمدلاتي؟ زي في تي إيقوال وي في تي كسان أميغا ناطي. إذا نفس قبل شوية اللي عملناه إحنا المدلاتي كانت اللي هي سيجنال وي في تي كسان أميغا تي. سيجنال. واي في تي كسان أميغا تي. وميغا ناطي. وي سيجنال. إذا نزج في أميغا ستساوي. سنحاول نجب إيش إحنا. الجوانسي دومين هدى سيجر إيش. دائما يوجد عندنا. واحدة على ثانية واي في أميغا مضروبة في اللي هي الجوانسي دومين تبعت الكوسان. يقوم بلد و نصف يف و اميغا منس اميغا ناط موجود عندنا مجدد نعمل كفير مؤلمة يطلب يف هو بي و يطلب يفترض يكفي الوايف اميغا و ايه يف اميغا على التحديد يف اميغا يسرى الوايف اميغا نعوض على الوايف اميغا ولكن هنا يف اميغا منس اميغا ناط كما نقشح به ثم نظر زي فوميجا زي فوميجا بعد طريقة زي فوميجا ثم نضرب زي فوميجا ثم نظر زي فوميجا سوف نقوم بتقريبه ربع إكس فوميجا منس ثانية ربع ربع موجودة عند المنس ثونتي وهي عند الزير وهي عند نصف وعند هنا ربع إكس فوميجا بلس ثونتي ما هي عندنا كان السيجنال؟ نجيب لها لاو باس فلتر ما الذي يفعله لنا؟ سوف نقوم بتقريبه من مائس فوميجا ناط و بعد ذلك السيجنال سوف نقوم بتقريبه السيجنال السيجنال سوف ندخلها وهي طبعا نصف هذه نصف نصف وهي ربع وهنا اللي هي ربع وهنا صف ربع ونصف ونضع هنا اثنين لأن النصف في اثنين بتطبيعنا واحد هذه كبيرة دمواطس هون طبعا ترى بتحلينا التريق كيف تصير لانه محاولا تكون السحيطان سنشرح زيادة و يقول أنك عندنا Xω بالشكل وعني أجد النبي يجده أنه هناك أنه يقوم بإستمرار أنه يقوم بإستمرار يقوم بإستمرار ثم يقوم بإستمرار و يقي حالة محاولة دورة محاولة محاولة في المحاولة سنشرح وعملناها Modelations. Application Modellation Probability Communication Free Transform Theory tells us what we need to do to make a simple radio system that electronics can be built to perform the operation that the Free Transform Theory. إذن إحنا بنعمل الثيورة هاي بنعملها متضبطة كيف وبعدين بنروح لـ To Buildهة على الإلكترونيات يعني محتاجين Free Transform عشان نقدر نعمل الـ Modelation هذا الـ لذي ما حكينا اللي هو عند الراديو هذا الارسال Sending Transmitting اللي هو محطة الراديو هاي عنا اللي هي sound and microphone بحكي تحول الـ electrical signal نعملها اللي هي Amplitude Modellation هي Amplitude نكبرها X of T هاي عنا X of T هاي عنا عملناها Modelation multiplying by اللي هي سوف نرسلها عن طريق الانتنة هذه هي الترازميتي السيجنال تبعتنا اكس اف اميجا وهذه اكس اف اميجا اكس اف تي كسان اميجا تي هيا عنا الام راديو حكينا عنها تقريبا قديش والف ام راديو موجود عنا حكينا الكلام هذا هون عنا في السيجنال سوف نستقبل السيجنال هذا الراديو في البيت نستقبل السيجنال هنا ما فيهم Этот سيجنال هناك سيجنال ثان tengo هناك سيجنال второй مع السيجنال هذا أيضا سيجنال و لكنني نستقبل سيقوم الإحداث سيجنل من أخر موجود هذه سيجنال إلى السيجنال بعد ذلك سيجنل سيجنل بأيها دخل المشrab هو السيجنال بأي العzt اسيق الأنف يوجد د at the top لنجد نجد وخبر هذا الاستخدام اما هو صغير الفيتر يحتاج الى نقص الفيتر يبقى الفيتر وفي يغبط أمام الفيتر هو صغير الفيتر هذه هي السيغنال تباعتنا عند XFT وما وصلنا في الآخر عندما عملنا مادلاش ودي مادلاش رجعنا للسيغنال تباعتنا الفكرة تباعتنا هنا هذه الفكرة اللي هي المادلاش ودي مادلاش بنواقف لهون طبعا نحن والمحاضرة اللي جاي بنكمل في الابلكيشن اللي بعده اللي هو السامبلنج السامبلنج ثيرا اشتركوا في القناة